اشتركوا في القناة وازاي تغدوه في يومكم علشان تقدروا تحققوا اهدفكم في مرحلة خسارة الوزن وكمان هقول لكم ازاي تستخدموا الاسموزي رقم 3 ان انتوا تقدروا تخسروا بيه وزن كبير جدا في خلال شهر علشان كده عايزيكم تكملوا الحلقة للنهاية ما تنسوش لايك علشان غيركم يستفيدوا يلا بينا اول اسموزي معانا هيكون من التفاح استخدموا تفاحة اغدر او احمر هنستخدم جزرة وهنستخدم كمان الكمترة او الاجاص وهستخدم كمان شرائح الجنزبيل هرش رشة من الارفة ودي اغتيارية هحط كباية من المية انا بحاول ان انا اجاب لكم مكونات بسيطة في ناس بحط ممكن الزبادي هنخلطهم في الخلاط كويس جدا جدا ومش هنصفيه هنشربه زي ما هو بكل محتوياته لان الالياف دي بتكون مهمة جدا جدا وهشرح لكم بعد ما نخلص الاسموزي ازاي طبعا الاسموزي ليه الاف الاشكال هحاول ان انا اعملكم حلقات كتيرة عنه الاسموزي التاني هيكون من التفاح استخدمت واحد من التفاحة ومن الشمام او الكنتالوب الاخدر او الاصفر المتاح عندكم استخدموه عادي وكمان استخدمت معلقة من زبدة الفول السوداني طبعا اللي هي من غير السكر تتباع من غير سكر مهمة جدا وحلوة مصدر حلو جدا للدهون الصحية حطيت كباية من الميا ده ربط المكونات كويس جدا مع بعض اه لو عاوزين تقشروا قشرة التفاحة قبل ما تعملوها دي حاجة ترجع لكم بس انا بحب اضيف التفاحة كاملة لان القشرة دي مفيدة اه جدا لكن الناس اللي عندها مسلا عصرة هضمة او بتتدايق من القشرة التفاح تقدر ان هي تقشروا عادي وبكده الاسموزي التاني بقى جاهز معنا اه كل الاسموزي اللي انا بجيبه لكم بحاول انا بجيبه لكم بمكونات سهلة متوفرة وبطريقة سريعة لكن بعد كده هعمل لكم انواع تانية من الخضار ومن اه الفاكهة الاسموزي اللي بيكون ملون او الاسموزي اللي بيكون في الميا يعني تكون بس الميا هي تكون ملونة مش بيبقى مضروب كده اه هعمل لكم حلقات كتير عنه انا بحب الاسموزي جدا لانه ليه اه فايدة رهيبة خطيرة جدا 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 بيمد الجسم كمية كبيرة جدا من الفيتامينات ومعادن الجسم بيحتاجها اثناء مرحلة خسارة الوزن الاسموزي التالت معنا وده اخطر اسموزي في يوم هستخدم الاناناس عبارة عن شريحتين كبار هستخدم الكيوي تقدروا استخدموا واحدة او اتنين انا النهار ده هستخدموا واحدة وحضيف كمان اه شرائح الجنزبيل هضيف كوباية من الميا وحضرب كويس جدا الاسموزي ده كمية كبيرة وهائلة من الالياف وفيتامين سي فيتامين سي ليه اه قدرة اه انه يخلي الجسم يتخلص من الصموم اسرع وليه قدرة انه يعلي من الحرق الطريقة كبيرة جدا بيحافظ على مستوى السكر في الدم يكون اه سابت وبكده جاهز معانا طعم الاسموزي ده جميل جدا اه بالنسبة للتحالية ممكن اي اسموزي متالاتة اللي احنا عمناهم تضيفوا عليهم معلقة من العسل لكن انا بفضل ان انا اشربوا كده من غير اي عسل انا عايزا يكون بيور خالص من غير اي تحلية وده الاسموزي التالت بقى جاهز معانا اعطاقت سهلين جدا ومكوناتهم حلوة جدا انا اخترت لكم تلاتة من افضل الاسموزي اللي تقدروا تعملوه وفي نفس الوقت تقدروا تشتروا المكونات اه بتاعته في الاول كده حابة اقول لكم ليه الاسموزي اه او مهمة جدا للجسم اه اول حاجة اه لما تيجوا تنزلوا وزنكم اول الحاجة لازم تدوروا عليها ان انتو تتخلصوا من السموم اللي بيكون موجودة في جسمكم يعني اخصائين تغذية الشاطرين اول ما بيبدأوا مع المتابع اللي بيكون معاهم اول حاجة بيهدفوا لها ان هما يخلصوا الجسم من السموم لان ده هيعلي الحرق وحيقهل الجسم انه يخسر من الوزن بسرعة اكبر من الناس اللي بتقعد تتابع رجيم على طول فده مهم جدا ازا حابين ان انتو تتخلصوا في وزنكم من وزنكم ففي الاول كده ممكن ان انتم اه تاخدوا مجموعة من السموزي دي في مثلا تلات يام تبدأوا ان انتم تاخدوها تخلصوا الجسم من السموم اه تاني حاجة مهمة جدا ان مكونات السموزي دي مهمة جدا اثناء مرحلة خسارة الوزن لان فيها كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن اللي بيكون الجسم محتاجها وخاصة لو فيه ناس بتطبق رجيم بيكون مفتقد لبعض العناصر فالسموزي دي هتعوض العناصر اللي احنا ما بنقدرش ناخدها في الوجبات فيها كمان مجموعة كبيرة جدا من الالياف فده هيعمل على السد الشهية والحد شوية من الجوع غير ان مكوناته بتحفظ على نسبة السكر في الدم اه لا بتعليها ولا بتوطيها فبتخليها سبتة وبالتالي ده مش هيحسسكم بالجوع فزي ما انتم شايفين تلات اهداف ممتازة جدا الاسموزي ده تقدروا ان انتم اه عن طريقه تتحصلوا عليهم اه افضل وقت ان احنا ناخد في الاسموزي ده يكون بديل لوجبة الفطار او بديل لوجبة العشاء اه يعني افضل وقت ان احنا اول ما نصح من النوم نعمل السموزي دوت ونبدأ بيومنا اه نشاط قوة تركيز نبدأ ان احنا نعمل التمارين بتاعتنا بيمدنا بمجموعة من الالياف مجموعة من السكر الطبيعي للجسم محتاجه اه ليه السموزي رقم تلاتة يعتبر افضل السموزي لانقاص الوزن لو عملناه لمدة شهر بدلناه بوجبة العشاء انا كلمت في الموضوع ده قبل كده اه يعني تعملوه لمدة شهر ان انتو تاخدوه كبديل لوجبة اه العشاء اخترتو بالذات لانه بيسد شهية بطريقة فظيعة فتقدروا تاخدوه على ساعة ستة او سبعة بيسد شهية معاكم اثناء الليل الناس اللي بتشعر بالجوع بالليل تقدر ان هي تاخدوه وكمان اه لو عملتوه لمدة شهر حتنزله من وزنكم وزن كبير جدا انتو مش هتتخيلوا الشهر دوت اه يعني لو استخدمتوا الاسموزي رقم تلاتة كبديل لوجبة العشاء منظركم هيبقى عامل ازاي هتخسر وزنة قد ايه بناكل بس وجبتين يعني يكون فيهم توازن الفطار والغداء ووجبة العشاء بناخد الاسموزي ده هتجيبوا عليه نتيجة ممتازة جدا اتمنى اكون افدتكم لو لكم اي استفسير صبهوا لي في الكومنتات ولو لكم اي وصفة نفسكم ان انا عملها لكم برضو صبهوا لي في الكومنتات تنسوش تعملوه لنا فولو على يام يام هلسي ولو لكم اي صورة عملتوها طبقتوها من الحاجة اللي انا بنزلها لكم ابعتوها لي على انستجرام على يام يام هلسي باي باي اشتركوا في القناة